خلال يومين يقول لي عقيد تاج ونجبتين تقول لي خلال يومين أنا يومين ونود النساء والأطفال هاي في حادثة صادمة تكشف عن تقدير ضعيف للكفاءة التربوية وانتهاكا لحقوقهم تعرض مدرس تربوي خدم العلم والتعليم لتهديد بأخذ منزله الذي يسكن مع عائلته فيه من قبل شرطة البصرة وتحويله إلى مركزا للشرطة بحجة غير واضحة مما يشكل صدمة للمواطنين ويثير تساؤلات حول احترام السلطات للكفاءة التربوية وتقديرها من ال85 أنا قاعد بي يعني لا سنة ولا سنة زمن النظام السابق أنا قاعد بالبيت وخذت رسميا وسويت عقيد والأجار ودفعت أجارات حد 2004 ما يكون لا تبليغ ولا يعني كل معاملات رسمية ما يكون بينهم بينهم لا يبلغوني مثلا شيء أو مثلا حتى أراجع سكت يبسيوني شرطة ألقوا القبض المواطنون هنا يتساءلون حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء القاسي وإذا كانت هناك خلفيات سياسية أو شخصية تقف وراء هذا القرار حيث تم اعتقال وحد أبنائه أثناء مداهمة الشرطة لمنزل التدريسي على الرغم من المناشدات لكن مصيره بات مجهولا لغاية الآن الحكومة وجدتنا ووجبت علينا وخليها اليوم وين نطلع احنا وين نطلع صاحبين احنا سبعة وائل قاعدين بهذا البيت سبعة وابننا من نمس خذولي اليوم هسنا جدام قمتوني جير من الظهر اللي ساوا أدور علي نو بيقلولي بالبصرة رحت للبصرة نو بيقلولي بالنظران رحت النظران هريتوا بس يطوني النجدة عليها وين ماكو هذا المركز همرحنا له ما طالنا النجدة ووسحنا وين نروح احنا يوم وين نروح نذب الجهال بره بالشارع يعني انتم من حد الآن ما مخالفين القانون لا ما مخالفين القانون هل يمن مخالفين القانون حتى لو القانون اللي يجونا بالدولة طلعنا تريد البيت يطلنا مكان يطلنا مكان يطلنا شي شاموا رأسة يوم وين وولدنا خمسة معليهم وقال قبض من المهم أن يتم الكشف عن حقيقة الوضع وضمان حقوق المواطنين والاحترام الكامل للكفاءة التربوية والنظر في هذه القضية بجدية من أجل إجراء تحقيق شفاف لتوضيح كواليس الحادثة التي تثير الاستياء وتعكس صورة غير مشرفة عن احترام وتقدير الكفاءة التربوية في البلاد من البصر مصطفى الشمري التغيير الفضائية موسيقى 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 موسيقى